بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعز من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله جل وعلا أخبر أن له الأسماء الحسنى قال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فكل أسماء الله حسنى لأن كل اسم منها له معنى وليست من قبيل المترادف وإنما كل اسم منها له معنى فهي أسماء الله جل وعلا ذكر في القرآن منها ما ذكر وفي الأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أيضا فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ومعنى كونها حسنى أن كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله وليست من قبيل المترادف وإنما كل اسم منها له معنى خاص به يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى وفي القرآن منها الشيء الكثير يجب الإيمان بها ويجب الدعاء بها كل اسم منها يشتق منه صفة فالرحمن الرحيم يتضمنان معنى الرحمة فالرحمن عام والرحيم خاص قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما فالرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها تقول يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني وهكذا كل اسم تدعو الله به لك ولي من تريد من أهلك وإخوانك وعموم المسلمين نعم وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروا يعني تركوا وتركوا الذين يلحدون في أسمائه والإلحاد هو الميل فهم مالوا بها عن معانيها الصحيحة مالوا بها عن معانيها الصحيحة أو جعلوها أسماء لآلهتهم كاللات والعزة ومنات ونعم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى أن من ألحد في أسماء الله مال بها عن معناها الصحيح وفسرها بتفسير لا يليق بها فهذا إلحاد بها وميل بها عن معناها الصحيح يقول جل وعلا وذروا أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه فلا تلتفتوا إليهم ولا إلى ما يقولون وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بمنع الحدى في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فالواجب إثبات أسماء الله بما دلت عليه من المعاني العظيمة نعم ذكر ابن أبي حاتي من عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون يلحدون لها معاني الإلحاد له معاني والمراد العموم المراد بذلك عموم الميل بها عما دلت عليه إلى معنى لا تدل عليه نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللاتا من الإله والعزة من العزيز يلحدون في أسمائه فسرونها بغير معنى الصحيح أو يطلقونها على غيره من الخلق مثل ما سموا اللات والعزة اللات بالتخفيف ويقرأ بالتثقيل اللات قيل أن هذا في الأصل اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحجاج من باب التصدق عليهم هذا أصل اللات والعزة شجرات شجرات كانت على طريق ما بين مكة والطائف ما بين مكة والطائف شجرات كانوا يعبدونها فلما جاء الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العزة من هدمها و إلى اللات أرسل إلى اللات وهو صنم على صورة الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه فأرسل إليها من هدمها وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فوجد فيها عجوزا شوها فقتلها رضي الله عنه فبذلك قضى الله على هذه المعبودات التي تعبد من دونه وتقرر التوحيد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده حتى قام الله به الدين وقمع به الشرك والكفر والإلحاد هنا وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها وعن الأعمش العالم المشهور سليمان بن مهران أنهم يدخلون فيها ما ليس منها يلحدون يعني يدخلون فيها ما ليس منها وهذا مما عاني العجاد قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لكتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وطر يحب الوطر أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة نعم فهذا مما دل عليه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها توسل إلى الله بأسمائه وصفاته في دعائك تقول يا رحمن ارحمني يا عزيز أعزني بطاعتك وهكذا نعم إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة هذه الأسماء ولله من الأسماء غيرها ولكن هذه الأسماء خاصة أن من أحصاها بمعنى تعلمها وحفظها ودعا الله بها ودعا الله بها دخل الجنة هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن أحصى أسماءه وصفاته فدعاه بها أن يدخله الجنة فهي وسيلة إلى الله توسل بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وهو وطر يحب الوطر هو سبحانه وتعالى وطر أي فرد وطر يحب الوطر أي يحب يحب هذا الاسم لأنه يجل على عظمة الله ووحدانيته نعم أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه وأخرجه الترمذي عن الجوزجان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسند مثله وزاد بعد قوله يحب الوطر هو الله الذي لا إله إلاه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ثم قال الترمدي هذا حديث غريب نعم هذه جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى وله أسماء استأثر الله جل وعلا بحلمه غير هذه الأسماء فأسماءه كثيرة وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى وكل اسم منها توسلوا به إلى الله فالغفور تقول يا غفور اغفر لي الرحمن يا رحمن يا رحيم ارحمني وهكذا كل اسم منها له معنى خاص به وكلها وكلها تدل على عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى نعم ثم قال الترمدي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه الحديث الغريب ما تفرد بروايته شخص واحد وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه مدرج فيه يعني من كلام الراوي يريد به تفسير أسماء الله سبحانه وتعالى وليست من أصل الحديث وإنما هي من كلام الراوي فأدرجت مع الحديث نعم وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك ابن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي إنهم جمعوها من القرآن نعم أخذوها من القرآن من كلام الله جل وعلا فسندوها القرآن الكريم لأنها مذكورة فيه وإنما هم أحصوها وعدوها نعم كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم هذا ما ذكره العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره ثم قال ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين نعم أسماء الله كثيرة ولكن هذه التسعة والتسعين لها خاصية والله أعلم لذلك أفردت نعم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه نعم فأسماء الله كثيرة ومنها ما ما سجله العلماء وحفظوه وتناقلوه ومنها ما هو في الكتاب والسنة وهذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى لأن كثرة الأسماء والصفات تدل على عظمة المسمى والموصوف بها وهو الله سبحانه وتعالى نعم وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهُ قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله وقال ابن جريج عن مجاهد وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهُ قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز نعم هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وهو أن يدخل فيها ما ليس منها وتوضع على المخلوقات اللات من الله والعزة من العزيز وهكذا يطلقونها هذا من الإلحاد بها إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته نعم وقال قتاده يُلْحِدُونَ يُشْرِكُونَ يُلْحِدُونَ يُشِرِكُونَ هذا من معاني الإلحاد وهو الشرك الشرك فيها نعم وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب نعم هذا من معاني الإلحاد الإلحاد معناه الميل بها عما دلت عليه وأنواعه كثيرة مما عمله الملاحدة نعم وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر نعم الإلحاد هو الميل عموما فكل من مال إلى الباطل فقد ألحد من مال بأسماء الله عن معناها ومدلولها الصحيح إلى معنا لا يليق بالله فقد ألحد فيها ودخل في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث قولها أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني لم يعلمه أحدا من خلقه نعم هل يجوز الاجتهاد في ذكر اسم لله لم يرد لا لا يجوز والصفات هل يشتق منها أسماء نعم كل اسم اشتقوا منه الصفات الرحمن الرحيم دلان على الرحمة الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة كل اسم من أسماء الله اشتقوا منه صفة من صفات الله ولذلك كانت أسماءه جل وعلا حسنة نعم وفقك الله في الحديث ورد من الأسماء الحسنة الخافض الرافع هل لا بد أن تكون مقترنة عند ذكرها وإلا يصح أن يقال عبد الخافض هذه متقابلة لا يصلح واحد منها بدون الآخر الخافض الرافع المحي المميت نعم جزاك الله خير والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر